أعربت النجمة الكبيرة صفاء أبو السعود 20 أكتوبر 2022 عن سعادتها بتكريمها من مهرجان كبير بحجم الموسيقى العربية في دوراته الواحد و30 وظهرت في أبها صورة زي ما احنا شايفين في هذا المهرجان الكبير وكأنها صغرة 20 سنة هي عندها دلوقتي 73 سنة ربنا يديها الصحة وهنشوف بقى أسرار أعتقد ما تعرفوهاش عنها وعن صروة زوجها الراحل توفي 15-5-2020 الشيخ صالح كامل رجل الأعمال السعودي محب لمصر وللوطن العربي عن عمر يناهز 79 سنة الله يلحمه كان صالح كامل من أسر أسرياء العرب اسبلغت صرواته 2.6 مليار دولار يحتلل مرتبة 936 على الصعيد العالمي في 2017 قام بإنشاء العديد من المشاريع التي لها باع كبير في الاقتصاد المصري وكان صالح كامل يمتلك ويدير ما يربو عن 12 مليار ريال موزعة 300 شركة وبنك ومؤسسة في المملكة العربية السعودية فقط وفي نحو 45 دولة حول العالم اشتهر بمصر وأحباه الكثير لأنه ساهمت المشاريع الخارية بالقرى وجميع محافظات مصر وفي آخر الاحصاءات قالت وكالة أنباء بلومبرج في فبراير من عام 2019 نصروت الشيخ صالح كامل هبطت بنحو 700 مليون دولار منخفضة إلى 3 مليار دولار بعد تنازله عن 60% من أسهم مؤسسة MBC الإعلامية كما أنه ترقص مجموعة دل البركة التي تشمل تحتها نحو 6 شركات كبرى في السعودية وترقص الشركة الإعلامية العربية وشركة مسك الإعلامية العربية وكان يرقص مجلس إدارة الغرفة التجارية الإسلامية والشيخ صالح كامل 3 بنات أكبرهم ابنته وخصيل التي أنجدها من الممثلة المصرية صفاء أبو الصعود آخر زوجاته ممثلة محروفة طبعاً اعتزلت بعد متجوزته اعتزلت التمسيق بعد الجواز ودي بنته من صفاء أبو الصعود ليعصيل في زفافة وهنشوف بيت البنات بعد شوية وهنا دي صورة من صفاء أبو الصعود أيضاً مع الشيخ صالح كامل الله يرحمه ونشوف أولاده من زيجة تانية دلوقتي صفاء أبو الصعود عملت لسنوات في شركة الارت راديو تلفزيون العرب التي كان يمتلكها صالح كامل وله أبناء من زواج صابت من زوجته السعودية الغير معروف اسمها هم عبدالله كامل ومحي الدين كامل ده عبدالله صالح عبدالله كامل الرئيس التنفيذي لشركة دلالبرقة منذ 1999 سعودي تاريخ الميلاد في 1966 والعمر 54 سنة وده ابن الثاني محي الدين صالح كامل وهذا الجهد والعطاء للشيخ صالح كامل جعله من بين أقوى 50 شخصية عربية في المنطقة والعالم من حيث التأثير في الأحداث عام 2006 ودلوقتي عن أصرار تعارفهم وزوجهم فنشوف بقية قصته مع صفاء أبو الصعود صفاء أبو الصعود مولودة 9 أكتوبر 1950 ممثلة وأعلامية مصرية بدأت حياتها بالالتخاق بمعد الكنسر فتوى ما لا يعرفه الكثيرون أن الفنانة الاستعراضية كانت تخشى تسجيل أغنية أهلا بالعيد خوفا من مقارنتها بأم كلسوم التي غنت يدلت العيد كما صلحت في حوار قديم أن الأغنية تم تصورها قبل العيد بيومين فقط بالقرب من جامعة القاهرة وداخل حديقة الحيوان كانت أغنية مشهورة ولازالت الغياد دلوقتي مشهورة بتتأهل في العياد في منتصف الثمانينات التقت برجل الأعمال السعودي صالح كامل الذي كان يمتلك حينها شركة للإنتاج الإعلامي بالرياض يعني العلمين الشيخ صالح كامل جنب مراته صفاء أبو الصعود وظل يراكبها فترة إلى أن طلب منها الزواج فاعتزلت صفاء الحياة الفنية بناء على طلبه وتفررت لبناتها الثلاث هديل وعصيل ونظير دي نظير صالح كامل ودي هديل بنت صفاء أبو الصعود صالح كامل ودي أصيل هني واحدة فيهم تشبهها أكتر شاركونا في التعليقات وده الشيخ صالح كامل طبعا معروف وتقول صفاء أبو الصعود عن قصة التعارفة بالشيخ صالح كامل بالنسبة لقصة التعارفة هي تحكى في مجلدات وليس في حوار لكني سأكتفي بأن أقول أن الشيخ صالح كان ينتج للعديد من الفنانين وهو كان في ذلك الوقت صاحب شركة إنتاج إعلامي بالرياض وكانت هذه الشركة تنتج أعمالا بالتعاون مع عديد من الفنانين المصريين وأنا كنت من ضمنهم وبالطبع هو كان يراقبني من بعيد ويراقب تصرفاتي مثل أي شخص يرغب في الزواج بفتاة وكان يعرف أسلوبي وتصرفاتي وأخلاقي جيدا ووجداني مناسبة له كزوجة ومن هنا تم الزواج هنا صور متفرقة وهي معها في مناسبات وهنا معها بنتها فرحة يترى تشبه لها كتير وتعتبر صفاء أبو صعود من أسرياء الوسط الفني وهذا ما كشفه بلاغ صابق تقدمه به لنيابة التام في خادمتها بسارقة مجوهرات قيمتها 25 مليون جنيه مبلغ طبعا حيث كتب البلاغ في 14 صفحة يصف 219 قطعة مجوهرات سمينة هذا بخلاف استخدامها لطائرات زوجها الخاصة للسفر من دولة إلى أخرى حيث تعتبر أول فنانة مصرية تستقل طائرة خاصة حققت نجاحا باهرا كإعلامية مع زوجها في شمكة تليفزيون العربي وقدمت لأول مرة برنامج تليفزيوني بعنوان ساعة صفا تمكنت خلاله من الكشف عن خبايا وأصغار الكثير من النبوغ هنا في أحد حلقات برنامجها ساعة صفا الشيخ صالح كامل وقد احتفلت الفنانة الكبيرة والإعلامية صفا أبو صعود بحفل زفاف ابنتها عصيل ابنت الشيخ صالح كامل مالك قنوات الـ ART على الدكتور أيمن وزالج أوبروي من هاوس الهرب وأحيا الحفل النجم اللبناني راغب علامة وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على الخرور وتقديم التهنية للفنانة الكبيرة صفا أبو الصعود حيث حضر الحفل كل من سهير رمزي وسمية الخشاب وغاد عادل وزوجها المخرج مدي الهواري وفيفي عبده وأنهاء العنبر وعدد آخر كبير من الفنانين بالإضافة إلى الإعلامية بوسي شلبي التي حرصت على الوقوف مع صفا أبو الصعود طوال حفل زفاف لاستقبال الدين في نظرا لعلاقة الصداقة الشديدة التي تجمعهما حيث عملت بوسي شلبي لسنوات طويلة بمجموعة قنوات الـ ART التي يمتلكها الشيخ صالح كامل أنا العروس العصيل والعريس الدكتور أيمن أنا صفا أبو الصعود وأحد أقاربها أنا فيفي عبدو وموسي شلبي وهي عدد كبير من النجمات موسي شلبي وغاد عادل ولحظة لقاء دي العروس العصيل طبعا ترطة الفرح بتاع عرص خمس ست دور دي العلماء بوسي شلبي وسمية الخشاب أنا صفا أبو الصعود وأبو ست دور تت الزفاف دي العروسة أصيلة